السلام عليكم زيكم يا بنات يا رب تكونوا بخير ريفيو جديد النهاردة عن مزيلات العرق من ايفون ان شاء الله هقول لكم تجربتي معاها وخصوصا ان سعرها بسيط جدا المنتجات دي وفي نفس الوقت حلوة اوي 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 لو اول مرة تتابعين يا ريت ما تنسيش تعملوا لايك واشتراك بالقناة بصراحة انا اول مرة كنت اجرب منتجات ايفون قريب جدا كنت طلبة من اختي وهي جاي من جامعة انها جيب لي مزيل العرق يعني نوع معين وبعدين قالتلي طب ايه رأيك تجربي مزيلات العرق من ايفون فقلتلي طيب بكام وكده فقلتلي الواحد من ده ب18 جنيه فلما هي قالتلي السعر انا ترددت اكتر فقلتلها ازاي السعر رخيص اوي وكده قالتلي طيب تجربي وبعدين حكومي فجربت واحد وبعدين طلبت منها بقتيني لما عجبني فحبيت ان انا افتكوا يا جماعة منزيلات العرق من ايفون حلوة اوي 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 وكمان سعرها رخيص جدا يعني انا بصراحة بحطه ما بيعملش اي عرق خالص بجد بيمنع اي ريحة نهائيا بجد طحفة يعني انا مش مصدق ان هو سعر رخيص اوي كده وحلو قوي ده شكله يا جماعة تمام وحجمه 50 ملي مدة الصلاحية من تاريخ الفتح 24 شهر يعني سنتين يعني تقدري لو انت ينسيدي او كده وجيتي بعد فترة كبيرة تستعمليه فهيكون صالح للاستعمال طبعا هو عبارة عن رول من جوه هاوريه لحضراتكم تمام والجزء ده طبعا بيلف وبتعملي بيه في منطقة الاندر ارم حلوة او يا بنات رحت وجميلة جدا جدا كمان اللي عرفتم فيه منه شور وفيه منه بطس بلاش وفيه منه كريمات للجسم بنفس الريحة يعني اي موزيل العرق هتشتريه هتلاقي منه مجموعة كاملة يعني مجورة له يعني هتلاقي منه كريمات كتيرة جدا للجسم والبشرة وكمان بطس بلاش ووز بريهات كمان فبجد منتجات ايفون اللي مجربهاش يا جماعة ياريت يجربها وعلى ضمانتي حلوة قوي وكمان سعرها على قد العيد اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا رأيكم هل فعلا كويسة ولا لا زي ما قولت لحضراتكم اتمنى ان انا اكون قدرت افيد حضراتكم لو بحاجة بسيطة مع السلام